السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم متابعين الكرام اليوم إن شاء الله بنشارك مع حضراتكم طريقة فحص المعالج وإزاي نعرف إزا كان المعالج تالف أو فيه مشكلة آآ أو محروق نهائيا فإن شاء الله بإذن الله تابعوا الفيديو معنا وهتتعرفوا إزاي تقدر تحدد إزا كان المعالج بتاعك تالف أو فيه مشكلة ده بناء على طلب بعض المتابعين كان طلب مني إن أنا أعمل فيديو لطريقة اختبر المعالج ونعرفه اذا كان تالف او مش تالف. طبعا الطريقة دي والمعلومات دي كلها عن بعض الخبرات. عندنا مش اه يعني مش كتب اراناها لكن مع الشغل وبعض الخبرات. فبنحاول نشركها مع حضراتكم. واحنا شغالين بها يعني. فبنحاول نشركها مع حضراتكم بحيس الناس يستفيد. فان شاء الله بازن الله تابعوا معنا وان شاء الله تستفيدوا. لكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي ونسلم على النبي والهدى سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخيرين والملاي الاعلى اليوم الدين. طبعا حضراتكم مبدئيا علشان اعرف المعالج تالف او مش تالف فيه كذا حاجة ممكن تعرفها من غير ما تقيس او من غير ما تأمل حاجة ان المعالج عندك في مشكلة. اول حاجة نظرة الفحص المبدئية. لما بتفتح الجهاز كده زي ما تعودنا مع حضراتكم وفي كل فيديو بنقول افحص البردة كويس. فلازم تتفحص البردة بتاعتك كويس. تشوف ممكن المعالج يبقى فيه سوق. ومفيش سخونة فيه ولا فيه حاجة. ومش شغال معاك. لكن مش يظهر مثلا معاك الا ازار الكاسة. ممكن تبقى فيه قطع فيها مشكلة. فاحنا كلامنا النهار ده على المعالج. فنظرة الفحص دي بتساعدك كتير. طبعا دي بالنظر. فيه اللمس. حاسة اللمس لازم تستخدمها معاك. لان احنا بنستغل بالحواس الحواس اللي عندنا كلها في الصيانة يعني. كل حاسة لها وظيفة. يعني انا مسلا ممكن ابقى شغال. وهنا قاعد كده. عشان راحي تشياط. معنا كده ان فيه كتع عندي بتحترك في البوردة مثلا. آآ تاني حاجة اللمس. آآ بحسس كده. لو فيه سخونة حالية بعرف ان الجهاز ان الكتع دي فيها مشكلة. تالت حاجة. النظر. بنظرتك كده بتبدأ تفحص. تتفحص الكتع دي. طبعا حضراتكم لازم نستخدم الحواس بتاعتنا علشان نستدل على الكتع التالفة. طبعا الحاس اللي احنا هستخدمها النهار ده حاسة اللمس. يعني انا دلوقتي ببدأ هتحسس المعالج كده وبشوف عليه سخونة. او معلش. لو لقيت سخونة طبيعية خلاص مفيش مشكلة. ممكن يبقى فيه مشكلة تاني. ممكن يبقى شغال. لكن في المعالج نفسي فيه مشكلة. لكن مفيش سخونة. فاول حاجة تعرفة لو المعالج فيه سخونة عالية. تأكد يعني تسعين في المهم المعالج عندك تالف. لو حطيت كده ولاقيت سخونة عالية المعالج تالف معك. دي مرحلة. النقطة التانية ممكن يبقى الجهاز شغال معاك. لكن مفيش صوت او صورة. ممكن يطلع معاك يعني يخرج من نقطة اسطن دبيا لكن مش هتلاقي صورة او متلاقيش صورة او متلاقيش صوت. ممكن تبقى من المعالج. مشكلة من المعالج برضو. آآ تانيه حاجة. ممكن الجهاز يشتغل معاك طبيعا مفيش مشكلة. لكن ممكن تلاحظ ان الجهاز مسلا فيه وقت ييجي ظهر لك صورة القوائم لوحده بعد فترة من التشغيل. انما مش دايما. يعني بعد فترة من التشغيل ممكن تلاقي يظهر القوائم لوحده. آآ اتلاقي الصوت يعالي لوحده. تلاقي مش دايما مش على طول. دي في اوقات كتيرة بتبقى من المعالج. كان قبل كده معانا شاشات شاشة توشيبة يعني عملنا فيها كل الشغل. وطلعت المشكلة عندنا كان نفس العيب اللي انا بقال لكم عليها ابرقكم ده وكذا عيب. يعني هي المعالج مشهور بالعوب بالعوب دي. وبعد ما اشتغلنا في الشاشة وفحصنا وده ده تلاح في الاخر العطلة في المعالج والشاشة كدتشغالة الشاشة كدتشتغل معا نصر ساعة وساعة وساعتين وتلاتة. وفاجأة تلاقي القايمة ظهرت. فاجأة تلاقي الشاشة علت لوحدها الصوت. طبعا دي مش مشكلة في الزرارة او البرستات. دي مشكلة في المعالج. حاجة رابعة منكم تلاقي الجهاز تشغال معاك كويس وقطع صوت. اشارة الصوت ما خرجتش من المهالج. ليه حضرابكم؟ لان مداخل الصوت اللي عندي هنا. في هد adjective او في اورفيديو العادي ده. بتدخل معي المعالج والمعالج بيبدأ يوزعها. يعني بيبدأ ياخد اشارة الصوت والصورة. اشارة الصورة بي بيجي مخرجها على كابل الята. واشارة الصوت بيبدأ يخرجها لعيسية الصوت. ف لو في مشكلة في المعالج ممكن تلاقي اشارة الصورة مش خارجة معاك. او اشارة الصوت مش خارجة. الشاشة قطعة معك صوت. فطبعا مشاكل معالج كتير. انا بحاول احصر لكم بعض المشاكل اللي احنا اتعظفنا عليها في الشغل معنا. والحاجة باقي اللي كده اللي هتأكد معك ان المعالج تالف. القياس. طبعا ده برضو دي مش حاجات من كتب علمي. انا مش فتاش في كتب او حاجة. دي خبرات احنا بنكتسبها. وابناخدها من بعضنا. يعني كلنا منكمل بعضنا. معلومة من مني ومعلومة منك. كلنا منكمل بعضنا. احنا مش علموا كلنا. نتعلم من بعض دينا. فنبدأ كده حضراتكم نوضح لحضراتكم ازاي تقدر تقيس وتعرف ان المعالج عندك فيه مشكلة او التالف. اول حاجة هشتغل عليها جهد التلاتة والتلاتة. تلاتة والتلاتة فولت اللي هو بيدخل على المعالج معي. وجهد الواحد وواحد وجهد الواحد وتمانية. اي شرطة على التلاتة دول. لكن القطعة ما كنت شوفها شرطة او مسلا ما يكون شرطة ده في شرطة هنا مسلا. اتأكد برضو ان عندك القطعة دي ما فيه شرطة. ده في شرطة مسلا هيزهر لك شرطة مسلا على الواحد واحد. لو لو بتاع الواحد واحد ده عليه شرطة هيزهر لك شرطة هنا. ففي الحالة دي ممكن تبقى رجلوتور تارف. لكن في معظم الاحياني يعني بتبقى من المعالج. فانا دلوقتي لازم انتركز يعني تشوف رجلوتور سليم معك او مش سليم. لكن اللي هيبين معك اكتر جهد التلاتة والتلاتة اللي هو موجود معانا هنا حضراتكم. نيجي كده حضراتكم ده كده حضراتكم اول حاجة هعملها هشوف اجهود التلاتة والتلاتة معانا فين عشان ابدأ هعرف ان هفحص منين. طبعا الافموتر مع الوضع ده واحد وتمانين. ده اجهود واحد فولت. ولو غلبته خلص هتلاقي اجهود التلاتة والتلاتة على رجل الفلاشة معك هنا. هتلاقي الفلاشة هنا. هتلاقي عليها جهد التلاتة والتلاتة طبعا هنا شكل معالق الشكل رجلوتور ده مضروب. مش سليماتة والتلاتة. رجلوتور ده المفروض بيخرج معي تلاتة والتلاتة. بخرج معي واحد وتمانية. وهنا حضراتكم رجلوتور ده المفروض عليه جهد تلاتة والتلاتة لكن هو عليه جهد واحد وتمانية. الرجلوتور ده مضروب. هل بنصري في نحضراتكم يعني رقم اللي عليه كام. ہتلاحظوا هنا عشان تعرف الرجلوتور ده بيخرج معك كام? دايما ان النوعية ده بتكون مكتوب عليها تلات وحية سبع مثلا تحت هنا هتلاقي عندك هنا تلاتة وتلاتين او ثلاثة بوين تلاتة. ده الرجلوتور ده بيخرج معي بياخد جهود خمسة ويخرج معي جهود تلاتة وتلاتة هنا او اخرج معي حاليا واحد وتمانية دي مش مشكلتنا. كده رجوليتر معطوب. او في مشكلة في المعالج ايه السبب في كده. لكن ممكن بقى رجوليتر معطوب. فهنا حضراتكم انا هبدأ يسعى رجوليتر اللي هو تلاتة التلاتة ده هفص الباور. ونبدأ كده حضراتكم على الوضع الديود. هزبط الملتومتر مع الوضع الديود. لكن خد بالك في حاجة. يعني هنا مش مش هيس في مش هيس اياس عادي. يعني هنا هعكس الياس بتاعي. هخلي اياس زي اكنا بيسعى الوضع ديود. هخلي الموجب معي على الجسم الحديدي بتاع البوردة. والسالب اللي انا هيس بي. زي كده. هنبدأ كده على الرجوليتر ده. ونبدأ كده. زي ما انت شايفين مادية تلتمية وتمانين دخل على اربعمية المعالج ده سليم. ما فيش مشكلة. المشكلة هنا في الرجوليتر. ايس معي تمامه. في حالة لو اديك بازر. اديك يعني اقل من تلتمية. يعني تلتمية وطلقة والفوق كده بيبقى المعالج كويس. وممكن بيوصل معك بعمية وخمسين. نزل معك لاقل من تلتمية وخمسين ومعالج بيبقى عندك داخل على مشكلة او في مشكلة. زي ما انت شايفين حضراتكم ماديني تلتمية وتمانين. نيجي حاجة تانية اسم ملف اللي هو عليه واحد واحد ده. لو اعطاني بازر. لو اعطاني بازر معنا كده ان المعالج برضو مضروب معي. وعندي هنا هتلاقي جهة ده الواحد وتمانية. ماديني تلتمية وعشرين كده مفيش مشكلة عندي. وانا الان انerne وrateبت بيه جهة الده التلاتة والثلاتة ده او في كل البرد معي. لو اوداك بازر المعالج تالف. لو اوداك امولاي متين وخمسين. متين وعشرين. متين وثلاثين او كده المعالج هو جهة الدة الدة والثلاتة متعائي فين? الجهة الدة الحاجة الحاجة يافحص عليه. او لو عارف الرجص رجلية ونفحص على مباشرة لمفيش مشكلة. مش عارف его حاولي تفحق تبحث عن جود التسطر 3 يجب على فحه الحمد يعني لو اغلبت فى انفسه تلاحيه هنا وهنا رجل اقباله فى جود التسطر 3 طبعا البرده من فى ورى معى لمبة حمر هنبدأ تقدر فى جود العودة نبدأ من هنقص فى هذه مايس جهود الثلاث والثالغ ييمكن معي عالرجورتور الثلاث والثلاث حضراتكم الموجود معي على الثلاث ينادي غذا root ا하면 الثلاث والثلاث د group الثلاث وثلاث وثلاث او اكل اجهد نبدأ حضراتكم ونفحص نفس الباور ونفحص جهة 3 و 3 دا لنفحص المكامل عليها على وضع الديوت كما وضعنا حضراتكم ملتومتر معاك على وضع الديوت أو وضع البازر لو ملتومتر عادي هنبدأ كده نعكس الأكتاب مجابل ملتومتر على الجسم الحديدي والسالب هنقيز بي هنبدأ كده حضراتكم على زي ما انتشافين حضراتكم مجينة 430 المعالج دا معي سليم مفيش مشكلة لو جينا عن ملف الواحد وحد دا علي شرط او لا حاجة هذا الريجوريتور اللي هو واحد وثمانع بديني 200 وحاجة الريجوريتور الثلاثة والثلاثة هنديك 400 أو 380 أو 390 أو 450 كده سليم مفيش مشكلة معك المعالج الواحد وثمانع بديني 290 أو 280 كما انتشافين كما انتشافين حضراتكم كده المعالج دا سليم معي كده حضراتكم لبرده تاني معي برده انا البرده دي كلفة مشكلة لو جينا كده حضراتكم شوفنا التخزيه بتاعته فين التخزيه بتاعت البرده دي معي هندي اسجاد الثلاثة والثلاثة نشوف جود الثلاثة والثلاثة بتاعنا فين طبعا جود الثلاثة والثلاثة هنا قولنا الفلاش ايه؟ والرجل دي اللي عليها جود الثلاثة والثلاثة نزا ما انتشافين حضراتكم تبقى هنا كده حاول ملتيمتر الوضع لفلت نصيح اخواننا الملتيمتر اللي معادة محدش يشتريه لانه مش عملي ومته يتعبك في الاياس زي ما انتشافين حضراتكم كده تقول تحول وتبيعلم معاك في اللمس انا اندمت ان انا جبته بصلاحة يعني وشكله حلو وكل حاجة وشاشته كويسة لكن بيتعب في الاياس طبعا حضراتكم مفيش بولت هيدا البوردة دي فيها مشكله نيجي كده حضراتكم نقيس كده على وضع الديود الديود ما عايزة موضحنا لحضراتكم البوردة مكسف كهراء بنتلوهت لسعيته فضيعة الناس اللي اتصعكت منه عليه بولت و300 بولت عالي نبدأ كده حضراتكم نحكس الأكتاب على وضع الديود زي ما احنا موضحين كده ونبدأ نقيس على رجل الفلاشه الي هو ثلاثة وثلاثة ع Lau Regina زي ما احضرنا لحضراتكم دليل الفلاشة هنا الجود اللي عليه الثلاثة لثلاثة او ده عندي شرط كده على جود الثلاثة والثلاثة المعلك ده تلف جود الواحد واحد علي شرط нейس الواحد وثمانية اكيد السريط برضو كده الجهود كده المعالج اللي معي ده تالف بدون كلام. نيجي البوردة تانية. نجي اخر بوردة نشوفها مع حضراتكم. نقصي البوردة تانية. البوردة دي قطعة من الزهرة معي. بوردة. نبدأ نفحص البوردة الاخير اللي معنا دي عشان ما نطولش وقت الفيديو بكتر من كده. كده المعالج ده عندي في مشكلة الجهود التلاتة والتلاتة ده. ولاي متين. متين تمانية وتلاتين. المعالج عندي في مشكلة. اما هتلاقيه شغال مسلا. وفي مشاكل بيسخن او هتلاقي في مشاكل. فالمقاومة تحته الليلة جدا. دي كده معنا كده المعالج ده عندي في مشكلة. لو جينا برضو تاني مسلا. شوفوا المعالج اللي معاه ده برضو عشان يبقى الكلام واضح مع حضراتكم. نبقى كده نقيس كده. مدينة تلتمية وتسعين. المعالج ده سليم معا ما فيش مشكلة. ولو جيت على الواحد واحد. مفيش مشكلة. اه جوة دي واحد بيتمانية طبعا هنا معي على المفروض. معي هنا مفيش مشكلة برضو. كده عندي المعالج ده شغال مفيش مشكلة. فدي حضراتكم طريقة اه طريقة اتعرفك ازا كان المعالج فيه مشكلة او تالف او مشتالف. زي ما وضحنا مع حضراتكم كده. زي ما وضحنا مع حضراتكم. ازاي تتعرف على طريقة او اه تلف المعالج. وقاليت نكون افدناكم في الفيديو ده. طبعا المعلومات دي. زي ما وضحنا دي خبرات. احنا بنتسبها. وبعض المعلمات برضو بنحاول شركها مع حضراتكم. فاللي عنده معلومة ممكن يقولها لنا في التعليقات لو في حاجة تانية تقدر تتعرف عليها ان المعالج تالف ممكن تكتبها في التعليقات. بحيث كلنا هنستفيد يعني التعليقات بتعودكم في حاجات ما بتعديش عليها. وانتو وكل واحد بيشتغل بتعدي عليها اعطال غير التاني. فممكن انت بتقول معلومة انا ما عرفهاش. يعني انا مش مش عبكاري ولا انا عالم جايب اخر العلم يعني. كلنا بنتعلم بعضينا وكلنا بنكمل بعضينا. والنهاردة مع حضراتكم كده الفيديو بتاعنا انتهى واي حد عنده تعليق او استفسار ياتي وتركوا اثر الفيديو. وما تبخلوش علينا زي ما تعودنا مع حضراتكم انكم تتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الله مصر الله وسلم وبركة على سيدنا محمد. نصدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.